رسائل وعدة وجهتها روسيا خلال الساعات الماضية إلى أوكرانيا وحلفائها الغربيين على الصعيدين السياسي والميداني الرسالة الأولى تمثلت في الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى مدينة كالينجراد التي تعد أهم المناطق الاستراتيجية الروسية في قلب أوروبا والتي تعد مقر أسطول بحر البلطيق الروسي كما أنها مدينة ترمز للانتصارات الكبيرة التي حققها الاتحاد السوفيتي السابق في الحرب العالمية الثانية رسائل أخرى ميدانية وجهتها موسكو أكدت فيها تحسينة مركزها على طول خط المواجهة في محاور دونسك وكوبيانسك وذبوريجيا وخيرسون ولم تكتف الدفاع الروسية بالتأكيد على تعزيز تموضعها في تلك المحاور بل أعلنت أنها حققت نجاحات كبيرة تمثلت في تدمير عشرات المسيرات والآلات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية فضلا عن تحييد مئات العسكريين الأوكرانيين في المقابل كان الحدث الأبرز الذي أعلنت عنه القوات الأوكرانية متمثلا في قصفها مصفات نفط في بلدة توابسي جنوب روسيا بطائرة مسيرة مؤكدة أنها ستواصل مهاجمة المنشآت التي توفر الوقود للجيش الروسي التطورات الميدانية تؤشر وفقا لكثير من المراقبين إلى أن هجوم كييف المضاد لم يحقق أي نجاحات تذكر بالرغم من الدعم النالي والعسكري الكبير وعدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة للدولة الأوكرانية وبغض النظر عما إذا كانت هذه الرسائل الروسية مرتبة سلفا أو أنها رد على أكبر منورة ينفذها حلف النيتو منذ الحرب العالمية الثانية فإنها في كل الأحوال تؤكد أن روسيا ماضية في عملياتها في أوكرانيا والتي تقترب من إتمام عامها الثاني